فدخلت انت ممثل الآلي ودخل الدكتور عبدالله جورج بعدينك انت بقى الكابتن شاو اما استقلت دخل الكابتن شاو كويس والاسماعيلي ممثل والجيش ممثل في شكل اللو عبد جابل الدخلية اضيفت مفهومة خلاص في مندوب الدخلية طيب الزمالك يضاف اليه عدو مجلس ضبط الزمالك ليه هل اعتذر ما يجوز اعتذر الدكتور عبدالله او يجوز الزمالك قال لا سيبوني انا اختار مندوبي ما هو انت ما تعرفش الكواليس محدش قال لنا يعني ولذلك كنت اتمنى ان يجي المهندس عامر حسين مش عشان يتكلم في الموضوع بتاع ديها الحداد واتهامه وهو رد في كل وسائل انما كنت عايز اسأله قل لنا التشكيل الاخير ومبررات ان يضاف ها يقولك تمخاتش ليه عضو من مجلس دارة النادي الاهل ما هو اصلاح القصة لازم يبقى لا سبب وإلا نبقى عمليه الدعم دعم دعم يعني ستجاه معين اه زملكة الاتحاد بقى ولا ايه اه يعني ايه القصة لا يعني اذا كان هذا الخبر سليم ما هو هل هو رسمي اعلن اه انا ما عرفش يا سيد زبراين يعني هل دي على موقع من المواقع ولا انا مندهش ان يبقى عيده مجلس دارة اصدر عن اتحاد الكرة باش ما انصر حد يفصر لي عندك تفسير الاتجاه اللي انت بتقول عليه الكل بيزوق في اتجاه واحد طب هو بعدين واخرتها مش عالف ماشي هي دي هي دي النوع اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا نقول المسائل لازم تبقى شفافة منطقية مش عايزين كل موضوع يصير لغة يعني المشاكل الصعبة جدا لانتوا هدد الدوري قدرنا عليه والدورة قدرت عليه يا جماعة نبتدي نخلق احنا مشاكلنا من اسرة عشان الامور تبقى واضحة اعضاء لجنة المسابقات لما بيجتمعوا المهندس عامر حسين واعضاء اللجنة بيشوفوا تقارير المرائبين وبيشوفوا تقارير الحكام وبيقرروا العقوبات اي عقوبة بياخدوها لما بيختلفوا بيصوتوا من اول ما اتعمل دوري المحترفين او هكذا يجب ان يكون وتقال ان الاندية هي اللي هتدير المسابقة تم الاتفاق على تشكيل لجنة المسابقات بحيث انه من كل نادي بفيه ممثل الا بعض الاندية صعب ان احنا نخط 22 عضو في لجنة المسابقات ففيه اللوع عبدالجابر مثلا منذوب عن اندية القوات المسلحة يمثلها جميعا واي نادي من اندية القوات المسلحة عنده طلب للجنة المسابقات يقدر ينسق من خلال اللوع عبدالجابر روعي في المسألة تمثيل نسبي لكل الاندية من بدايتها كان فيه ممثل للقال وممثل للزمالي لما بيحصل تصويت اعتقد فيه عقوبات كتيرة كنتوا بتصواتوا عليه ما هو انت لا ما هو طبعا انت عدك لجحة تعرف اتمنى بس لو حصف خلاف عليها ما هو الخلاف بيجي منين من تنقض التقارير بالضبط تنقض التقارير مع ما تشاهده يعني تقعد في تلون شاب خناءة يجيلك التقارير وفوش الخناءة دي يبقى ده وضعه تعادتوا في اللجنة هتاخد عقوبة بتغطي تناقش واخد بالك لما يبقى فيه نادي يمثل بالتنين الملاقشة التانية تحصل من اين الحد الان والحد الاقصى هل دي تستحق الحد الان وتكليف العقوبة ولا تستحق الحد الاقصى فلما يبقى فيه تغليب للعدد بيمثلوا الاندية انه فيه نادي يمثل بالتنين هو اللجنة اصلها مبنية على اساسا من التوازن بالضبط بس انا عايز اقولك حاجة الحقيقة ينبغي يعني الا نفطار للتحيز من اي عضو داخل اللجنة